طبعا اكيد كل الناس شافت الفيديوهات بتاعة اللحمة اللي هي الطرية قوي دية اللي تقدر تفتتها بايدك بس محدش قال لكم السر ايه او بتتعامل ازاي تعالوا بقى النهاردة انا هقول لكم ازاي تسووا اللحمة دي في البيت وازاي تعملوها في البيت من غير ما تروحوا مطاعم وطبعا اكيد هتكون اوفر ليكم برضا اول حاجة زي ما انتم شايفين كده اللحمة طلعة بسم الله ما شاء الله يعني حتى واخد لون جوه ورق الزبدة لازم بتاخد لون ثاني حاجة اللحمة بتكون طرية جدا لدرجة ان انتم تقدروا تقطعوها او تفتتوها بايدك انا هقول لكم نوع اللحمة ده نوع اللحمة اللي انا بستخدمه طبعا القطعة دي اسمها short ribs او اللي هي الدلوع بتاعة البقرة انتم ممكن تستخدموا عادي top side اللي هو وش الفاخدة او تستخدموا ال rib eye اي قطعة لحمة تنفع بس المهم يكون فيها نسبة دهون عالية زي ما انتم شايفين كده في الفيديو تقدروا تجيبوا ورق زبدة وورق aluminium foil وتلفوها زي ما هي من غير اي بهارات بس انا عن نفسي بحب بقى حط لها بهارات حاجة خفيفة يعني ما تضيعش صعم اللحم انتم تقدروا تستخدموا الروزماري اللي هو الناشف وتقدروا تستخدموا كمان الوريجانو اللي هو الناشف لو عندكو fresh يكون افضل ما عندكوش عادي تقدروا تستخدموا اللي هو dry وشوية فلفل اسود وشوية ملح اول حاجة بجيب ورق الالمينيوم وبحط فيه ورق الزبدة وبحط قطعة اللحمة بتاعتي وبحط كامفة السيتوم كده ورشة ملح ورشة فلفل اسود مجروش ووحدة روزماري ووحدة اوريجانو او وحدة زعتر fresh وهبتدي ان انا الفها وبعد ما الفها كويس جدا ممكن الفها مرة واثنين مفيش اي مشكلة يعني مش مرة واحدة يعني ممكن الفها بورق زبدة بعدين ورق aluminium foil بعدين ورق زبدة تاني وورق aluminium foil تاني تمام اه طبعا الدهون اللي في اللحمة اكيد كلنا عارفين ان هي مش مضرة خالص والناس المتبع الكيتو دايت طبعا اكيد عارفين اه بعد كده برصها في سنية زي ما انتم شايفين كده القطع بتاعتي وبحطها في الفرن هنا بقى تيجي التسوية بتاعتها ودي اهم حاجة طبعا انتم عندكم في الفرن بتاع البيت عادي برضو في درجات حرارة مفيش اي مشكلة هتتدي ان انت تحط اللحمة على حسب بحجم القطعة بتاعتي وعلى حسب نسبة الدهون اللي فيها تمام قطعة زي اللي انتم شفتوها دي انا حطتها على درجة حرارة مية وستين لمدة اربع ساعات ولو حابين تقللوا درجة الحرارة عادي ينفع ممكن على مية وخمسين مية واربعين بس طبعا هتزودوا عدد الساعات اللي هتعودوا من اللحمة في الفرن وبعد ما بتطلعوا اللحمة بتفتحوها زي ما انتم شايفين كده بتتفتت باليد وبتكون اللحمة زي الزبدة الف هنا وشفها ويا ريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش شير كده ولايك واكسب لور عشان الكل يستفيد الف الف شكرا